مساء النور والهنة على احلى جمهورنا. قبل ما نبدأ يريدنا صلى على سيدنا محمد عليها افضل والسلام وما تنسوش تدومني باللايك وكمنت الحلم ويلا بسرعة بسرعة نشوف ايه اللي حصل في ساجينة عشقه. شعر الارتباك والصدمة كان قلبها يقف وهي بتاخد شنطتها علشان تخرج قبل ما يدخلوا المطبخ ويشوفها حتى تقيدها على مقبض الباب ولساها تخرج لكن سمات صوت قوي وهو بيتكلم من وراها استنى عندك انت مين وبتعمل ايه هنا حلى قلبها واقع في رجليها وبنعليها الارتباك لدرجة انه صوت انفسها كان وصل له وده اللي عزة محس بيه واستغرب وهو بيقرب منها واقف كده ليه اديني وشك حلى بلعت رقها بصعوبة وكان هي نعليها تفتح الباب وتجري لكن المرة دي مش هتقدر تهرب منه لانها في ارضه قدامه لفت بتوتر وبصت له لكن شهقت فجأة لما شفته قدامها بالزبط رجعت خطوة الورا كانت هتوع لكن بسرعة مسك ادها ووقفها لكنه انبهر من جمالها وعيونه كانت عليها لحظة عدد وكأن الزمن وقف وكأنه نساء انه عزم صفوان وماقدرش نزل عيني من عليها كأنه بيحفظ ملمحة لكنه نفس الشعور اللي حاسبين بيرح في الكزينو نفس الريحة الهادية اللي شدته بطريقة غريبة وتسببت انه ماقدرش نمطل الليل انتي مين؟ حالة حطت ادها كانت بتزقه كانت كفيلة الحركة دي انها تأكد له شعور بانها نفس البنت حول التباد لكنها ما عرفتش انا انا حالة لو سمحت ابعد مايسحش كده حالة ما هو مفيش احلى من كده انتي بتعمل ايه هنا يا حالة؟ انا انا كنت جايبة البط والحمام لخل غنيمة نظفتهم وحطتهم في التلاجة زي ما هي قالتلي وكنت ماشية لو سمحت سبني امشي منتش ماشية ايه يا كد حول تبعدي انتي فهمها؟ لو سمحت مايسحش كده وبعدين لو حد دخل دلوقتي هيقولوا ايه سبنا مش الله يرضى عنك انا انا ايزا مشي عزام كان متأكد انها نفس البنت نفس السطو الريحة ونفس الشعور اللي حاسي بيه من قربها انتي بتشتغلي هنا يا حالة؟ لا انا ببيع اللبن لخل غنيمة يعني احيانا اشتوسمنا وطيور عزام بعيد عنها بش مئزاز وبعد ما افتكر كلام صفوط عنها اه انتي بقى البنت اللي صفوط جايبها انتي بقى اللبن للصراية حالة خافت من نظرته وصوته اللي اتغير وهو حس بالغضب والغيرة وانها ممكن تكون حبيبة صفوط وممكن تكون فعلا كانت منتظرة في الكازين ومبيرح وبسبب اللي حصل قررت تبعت بسرعة افتكر الكلام اللي عارفوا من صفوط عن علاقتهم وانها هتتجاوز صفوط وان في علاقة بينهم رغم انه ما كانش مصدق ان الجمال والبراء اللي قدامه ده يكون بالرخص ده اخد نفس بهدوء وحطي ايده في جيبه وكأنه استعد نفسه وسألها ببرود بتعرفي تعمل اهوة يا حلاة ايه اهوة اه 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 بارة كويس اعملي الفنجان اهوة سادة وهتيعلى من مكتب مطت اخريش سابها وخرج وهي قعدت على القرصي وحطت ايدها على قلبها يا لهوة اللي اللي نفيه منك لله يوصل كان يوم يا لمب الله ربنا لما فكرت انه روح المكان الزفت ده يريتني روحت السوق بدا اللي بيحصل ده كان انشلل ثاني قبل ما وافق مرت دقيق وهو قاعد في مكتبه حاطت رجل على رجل بغرور وبيفقر فيها وكأنه بيربط الخيوط ببعض في الاول صفوط طلب منه انها هتيجي الصرا يتبع لهم لبن وبعدها لما سأل صفوط عنها خافي يتكلم بسبب خوفه انه يشوفها وتعجبه زي ما حصل وبعد كده كلام صفوط عنها اللي بيوضح ان فين بينهم حاجة واخر حاجة وجودها في الكازينو ده لانها كانت جاية لصفوط يمكن لان الكازينو هو المكان اللي بيجتمعوا فيه لكن بسبب اللي حصل وانها خبطت فيه خافت وجريت بسرعة من قدامه لكن الغريب في كل ده شعور بانها مختلفة عن الصورة اللي تكونت في دماغه يمكن بسبب كلامها الخجول وارتباكها رغم انها كانت ممكن تستغل انها عجبته وتكسبه زي اي واحدة قبلها قبل كده وهي كان بتحول تبعط في كل مرة التفسير الوحيد لده انها تكون بتحب صفوط يكون عايزة تعلقه بها وساعتها يمكن تكسب اكتر عزم ابتسم سخرية من تفكيره لكنه بيحب اللعبة الحلوة ويفضل يلعب على اوترها اللي قدامه فمن تفكيره على صوت خبطة على الباب ادخلي حالة اخدت نفس عميق وهي بتحول تهد توطرها فتحت الباب ودخلت وهي بتحول تتجاهل النظر ليه القهوة يا عزم بيه حطت القهوة وبسرعة لفت وكانت هتخرج لكنها وقفت وهي سمع صوته استنى عندك انا سمحت لك انك تخرجي حالة غمضت عنها بيق انها تخرج من الموقف ده لكنها شهقت فجأة اول ما حسب بوراها مش قلت لك قبل كده انك مش هتمشي الا لما نأمر بدا طالما نمو أمرتش لسه يبقى خروجك من هنا ممنوع حالة حاولت تباد لكن ما قدرتش انت عندي كم سنة يا حالة عندي 22 سنة انا عايزة مشي من هنا وتسيبيني اهنا عليك تسيبيني انا لازم امشي لو سمحت اباد عني مرتبويا هتعمل لي مشكلة لو اتأخرت ارجوك اباد عني ليه هو انت مش شغلة هنا لا انا بس ببيع للخيلة غنيمة وبعضين انا مش عايزة اشتغل هنا ليه بقى يا حالة حد بيدايقك هنا لا محدش بيدايقني بس انا مش عايزة اشتغل هنا ومش محتاجة والله صفوت هو اللي مش عايزة تشتغل هنا شكلك بتسمعي كلامك كويس اوي حالة ما كانتش فهمة هو بيرمى على ايه لكنها الكلمة بحسنانية لانها ما كانتش عايزة تسبب في مشكلة لصفوت لا والله صفوت قد ترخيره هو اللي قال لي ان ايجي هنا بيع اللبن وبعضين هو امين هو مخلص لحضرتك جدا النهاردة انت مش هتمشي في ضيف جاي طالما خالغني ما مش هنا لازم يفضل حد علشان يضيفه انا هبعت حد لمرتبوكي يقول لها انك مش هتروحي النهاردة ومتقل ايش انا هدفع لك كويس اوي بس انا انا خلصت اللي عندي يلا روح على المطبخ وانا هبعت لك حد من الحرس يقول لمرتبوكي صحيح انت اسمك حالة ايه حالة محمود ونيم تمامي حالة اتفضل على المطبخ وانا اخلص الباقي حالة بصت لك دي وخرجت من المكتب وبعد مرور ساعتين عزم كان قاعد بي رجال اوراق اللي بين ايدي وهو بيحاول يخرجها من دماغه لكن ما كانش قادر كأنها اللعنة وصبته سندرسه على الكرسي وافتكر ريحتها شعور مريب بالنسبة لي عمره ما فكر في واحدة بالشكل ده عمره ما في واحدة شغلت تفكيره كده فعلصه تخبط على الباب ودخل صفوات في يا صفوات مصطفى بي منظر وصل يا عزم به وعربي تدخل على الصرية تمام يا صفوات روح انت دلوقتي عايزك تروح الارض وتتأكد ان المحاصلة شحنت على العربية النقل حضر يا بي تؤمر بحاجة تانية خلص انت اللي وراء بس الاول دخل مصطفى خلينا شوف هعمل مع ايه حضر يا باشا لحظت ودخل شخص في نهاية السلاسينات على وش ابتسامة عزم ام وقف وسلم عليه عزم باشا لك وحشة انت اقتر اتفضل تشرب ايه قهوة مظبوطة صفوات قولي حلا تعمل فينجان قهوة سادة واحد مظبوط لمصطفى بي صفوات تكلم بدهجة لانه ما يعرفش سبب وجود حلا بسبب انه كان برا البيت طولي اليوم حلا عزم بصله واتكلم بجدية ايوه حلا يلا تفضل حضر حضر يا باشا وفي المطبخ حلا كانت بتجاهز الاكل مع خالة غنيمة صفوات دخل واتكلم بجدية حلا اعملي فينجان قهوة سادة وواحد زيادة ودخلهم لعزم بي المكتب خلي غنيمة هتعملها عزم بي طلبها منك انت حاضر هو انت يا بنتي اللي ما روحتش بعد ما ضدفت التيور حظي بقى ربنا ياخده هو مين ده حلا ما ردتش وعملت القهوة وطلعت خبطت على الباب وجالها الرد بالدخول حلا دخلت بهدوء ايه الجمال ده كله ما شاء الله هو في كده سقط فجأة بعد ما لقى عزم بي بصله بنظرة صفوات دخل فجأة واتكلم بقمود عزم بي الحج حسين منتظرك برا وعايزك في موضوع مهم عزم بصل مصطفى بتفكير انا جاي صفوات وانتي سيب الصانية وخرجي قال كلمته وسبهم وخرج مصطفى بصل وره وتأكد ان عزم خرج رجع بصل حلا اللي كانت خارجة لكنه وقف قدامها اسمك ايه شطرة وانت يخصك في اياني ايه دي بس انا كنت بس عايز اعرف اسمك مش اكتر ما يخصكش وبعد عن سكتي وعديني بقى انت قصبية كده ليه ده الكلام اخد وعطى وبعدين لو انت خايفة من عزم انا ممكن اجيب لك شغل عندي ده حتى حرم عزم يتمتع بالجمل ده كل الوحده ايه رأيك تيجي معايا وانا هاخليك هانم واسيبك من الشغل ده الله اللي غني عنكم ابعد عن سكتي بقى يا جدا انت استغفر الله العظيم مصطفى كان هيتكلم لكن الباب اتفتح وعزم دخل وهو بيبص المصطفى وحلا اللي وقفه قدامه حلا تعالي هنا عزم بقى بيتعمل باسلوب غريب اسلوب جديد علي من امتى كان بيهتم بوحدة ولا بتفرق معاحد حلا بسرعة مشيت وراح توقفت جنبها عزم اللي تكلم بخوف واهتمام اعملك حاجة لا بس انا عايزة امشي بقى عايزة امشي بقى لو سمحت عزم اخد نفس عميق واتكلم بهدوء امشي حلا حلا خرجت من القضاء بسرعة حلا وصلت البيت وهي متضيقة من اللي حصل مجدية قبلتها وقالت حملت ايه يا بيت في ايه يا انا هيكون في ايه كنت في سرعة عزم صفوان ايه اللي ممكن يتعمل ما عملتش حاجة يا مرتبوية كنت باشتغل معا خالة غنيمة مش اكتر يا انا مشوفتش عزم بيه لا والله والحارس بتاولي جاي الحد هنا وقال هو بنفسه انك هتكمل اليوم في السراية احكيلي كان عايز منك ايه هجيبتي هعرض عليك حاجة كده ولا كده محدش عرض علي حاجة ولو عرض انا هرفض علشان انا مش من انه علي تسلو بيه شوية وبعد كده يرموه سيبيني بقى ادخل انام لان طيب ما انت وش فقر واحدة تانية كانت عرفت ازاي تخلي ينشلها من العيشة دي ويخليها هانم بس انت ايه بومة وبعد انت نم ايه دلوقتي لا يااختي يلا على الزريبة تحط لي البهيم اكل وتحلي بهم وبعد انتخذ اللبن اللي غنيمة صحيح فين الفلوس حسب البط والحمام واللبن بتوع النهاردة حالتنا هيدت بتعب لان يومها مش بينتهي زي ايه هد طبيعي طلعت الفلوس ودتهم لمكدية حتى ما فكرتش انها تاخد الزيادة اللي غنيمة حطتها لها كل اللي كان هممها انها تخلص من زن مكدية عليها مكدية بساعدة وهي بتعدي الفلوس ده كان يوم الساعدة والهنة لما رحت السراية يلا روح يعمل اللي قلت لك عليه حلا فعلا ملاحقتش ترتاح وخرجت من البيت راحت للزريبة عملت اللي ورها وبعد رجعت للسراية خالة غنيمة اول ما شفتها حلا كويس انك جيتي بقولك ايه تعالي حط الاكل مع البنات يلا لا يا خالة غنيمة انا خلصت كده وبعد نعزم بقلق امشي وانا كنت جاية علشان اجيب اللبن وخلاص كده ريم كانت وقفة وسمعتها وكلهم مشغولين هتحطي معهم الاكل وبعد انت غوري ما يخص اني شيهانم انا مش خدمة هنا خد يا خالة لو مش عايزاه انا همشي الربحة دخلت المضخ وبسط لهم بغضب انتوا قفين تتسيروا هنا ولسه ما طلعتوش الاكل شوفي يا ماما بقى البنت دي وقفوا حتى رأسها براسي ومش عايزة ساعدهم اظن لو صفوان بيعرف المسخرة اللي بتحصل هنا دي مش هيحصل طيب يا اسمك انتي فبلش تجيب لنفسك المشاكل وانجزوا يلا وانتي يا ريم تعلي ورايا حضر يا ماما غني ما بصت لحلا وتكلمت بجدية يلا يا حلا بلش مشاكل انتي مش قدهم حلا نفخت بغيس وبدأت تساعدهم وفي قوضة السفرة كلهم كانوا قاعدين وعلى رأس الترابيزة كان صفوان قاعد بشموخ وجنبه عزم بسقة وهو بيتكلم مع مصطفى مصطفى كان بيتكلم معه لكن عزم رفع رأسه وبص الحلا اللي كانت خارجة من المطبخ وشيلة صانية عليها الأطباء نظرته كانت غريبة وصريحة كأنه ما كان شايزة تطلع في وجود مصطفى ولأنه قال لها تمشي لكنها عرضت كلامه اضغس جدا وهو لسا مركز معها وهي بتقرب تحط الأطباء لوهلة رفع نظره وبص المصطفى اللي ابتسمه هي وقفة جنبه بتحط الأطباء وهو بيحاول يمسك إدها اللي قربت من الترابيزة لكن فجأة سمع صوت علي حلا سيب الصانية دي وانجي دي هات الشربة حلا قلبها انقبض وكان هين عليها الأرض تنشق وتبلعها ريم رفعت حاجبها وهي بتبص له بدهشة كبيرة لأنه عمره ما تكلم مع واحدة من الشغلين ولا اهتم بهم وهو خصصها بالاسم سوف وقم بص العزم بجدية يمكن لأنه مش فارق معه لأنه عارف ابنه وفهم من كلامه إنها عجبته زيها زي أي وحدة فترة وها تعدي حلا رجعت المطبخ بسرعة وأصرت إنها مش هتطلع تاني خلا غني ما قاعدت قصد حلا واتكلمت بجدية بعد اللي حصل شكل اللي اتنا مش هتعدى على خير وعزن بي هيجي ومش هيعد اللي حصل أنا عايزة مشي انت اللي مقاعدني جنبك كده أمو اللي انت عايزة ناسي بك تمشي وعزن بييجي هنا يطلع علينا احنا عصبيته لا يا حبيب أنا ما يخصنش كل ده وفهم بعد نص ساعة مصطفى مشى وهو قام بسرعة دخل المطبخ أول ما شف حلش هات بخضى وخوف وهي بتحول تبعد عنه اه ماذا حسن لك ريم ورانا كانوا بيبصوا البعض وهم شايفين واخدها وطلعوا على قطه ولك إنهم موجودين رانا بسطواتي يا لهوي هو ما عندوش نظر إن احنا قاعدين طب يزبر لما نقوم صحيح من إمتى عزن بيهتم بحده أصلا اللي بتدي شكلها كده تاخده منك يا فلحة ريم حسد بالغيرة والغضب لكن ردت بهدوء مستحيل وبعدين ما انت عارفاه فترة وهتعدي حالة كانت بتحول تستعطفه إنه يسيبها لكن ماهتمش ودخل قطه وقف للباب أول ما دخل سب إيدها وكان هيختل توازنها لكنها قدرت تقف وبصيت له بخوف ممشيتش لي ولا الوضع كان عجبك تحت بس ما تخفيش قطي هنا تعجبك أكتر مصطفى قال لك إيه وانتو في المكتب عرض عليك إيه مش مهم ما عرض عليك إيه بس شكل اللي عرضه عليك إيه كان مغري قوي وخلك توفي بس ما تخفيش أنا كمان بفهم هو مستعد أعمل معك نفس الاتفاق اتفاق إيه انت أكيد فاهم غلط سب نمشي بالله عليك كان قدامك وسمحت لك تمشي بس انت اللي فضلت يبقى انت اللي جنتي على نفسك وما سبتش ليه حل غير كده طالما انت سهلة كده لكل حالة معها نزلت وهي شايفة بيقرب انت بتعمل إيه فضلت ترجع لورا بخوف أنا والله كنت مشيت ما كملتش جملتها وسرقت لأنه ضواف رغرزت في إيدها وهو بيشدها بغلي عجبك اللي قاله فرجاتي أنا والله ما عملتش حاجة سب نمشي وكفيه ده ألا بيحصل ده أهبلنا علشان أصدق ولا علشان أصدقش شوية دول انت بتعمل فيه كده ليه هو أنا عملت لك حاجة هتعمل إيه وانت جيت وقليبت حياتي في يومين هتعمل معك بالطريقة اللي تعجبني زي ما أنا حابب وزي ما هوايا يقولي انت حلوة أوي حلا انت أحلى بنت شفتها في حياتي طب والنزم بيه خلينا مش بالله ليك أنا مش هاقطب البدة تاني وهنا عليك تسيبيني اه هعزم لأول مرة يحس بالضعف بالشكل ده وكأنه ما بقاش قادر على بعضها بس أنا مش موافق ومش موافق إنك تمشي انت هتفضل هنا جنبي واللي انت عايزة أنا هعمله لك بس كله إلا إنك تمشي أنا مش عايزة أفضل هنا هعيزة روح وبعدين أنا كنت مشت والله بس جيت وجبت اللبن والستة اللي اسمها ربحة دي هي اللي أصرت إن أنا ساعدهم سيبنا مش بقى عزم ما كانش ناوي أعمل فيها حاجة بس كان عايزة يخوفها مش أكتر قلت كله إلا إنك تمشي فهما وبعدين خلاص انت هتشتغلي هنا من هنا ورايح وانا هقول لغنيمة تجهز لك قده تحت حالة كانت حاسة باليأس وكل اللي في دماغها إنها تبعد عنه دلوقتي وبعدها تبقى تفكر حاضر بس أنا تعبنا دلوقتي وعايزة نام ممكن تسيمني أنزل بقى اتفضلي قدامي وتقدر تروحي النهاردة علشان تعرفي مرتبوكي وتجاهزي نفسك للشغل من بكرة حالة خرجت بسرعة من القوضة وهي بتشتم في ربحة ومجدية ووصال وصفت وكل اللي خلوها تقابله أو تتعمل معاه لكن الأكيد إنها تأكدت إنه مش بس ظالم لمجرد إنه مصطفى حاول يلمس إيدها كانت حسن دماغها يجرى لها حاجة من قطر التفكير ربحة كانت وقفة على السلم بصت لها وهي نازلة عايزة تفهم إيه اللي حصل لكن ما كانتش تقدر تعمل أي حاجة بسبب عزام اللي كان نازل معها نادها على خالة غنيمة اللي جات على طول أيوة يا عزام بيه من بكرة حالها تبدأ شغلي معك في البيت وانت جاهز لها قوضة علشان هتنام هنا حضر يا بيه عزام سبهم وطلع قطه إفل الباب ومرر إيده على شعره بيأس وهو حاسس اللي بيعمله بسببها كأنه على شفى الجنون استوب لحد هنا يطر إيه اللي هيحصل بين عزام وحالة ويطر حالة فعلا هتروح تعود في السراية ولا إيه اللي هيحصل ويطر ربح وريم هيسيبوها في حالها لو قعدت في السراية بحاجة كتير هنعرفها في حلقتنا الجاية استنونا ولا وصل معنا لأخر الحلقة يعمل الشرق للقناة لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته